They're all set Stand by, they're off and racing انطلق شوط السابي والأخير عليك سمو شيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة من مسافة الـ 222 متر ينطلق سباق التجريب لكاس سيدي صاحب الجلالة لعام 2019 للجياد المستورد الثير بريد بانطلاقة ست من الجياد دوفيل هو الذي يتصدر سباق من البداية يلحق به ثانيا بروسيس مع الفارس اندرو إلييد بور دوغلاس في المركز الثالث بينما بريشار ياتين رابعا روستانك في المركز الخامس بينما يوجينيو المرشح في هذا السباق في المركز السادس إذن هذه الصدارة وهذه المراكز حتى لا ثابتة ولا تزال الصدارة مع دوفيل سلالة غاليليو على صدارة هذا الشوض المركز الثاني هناك بروسيس مع الفارس اندرو إلييد بينما بور دوغلاس بشعار الحسنين ياتينا في المركز الثالث أينما المركز الرابع هناك أيضا بريشار بوينت الحائز على المركز الثالث في سباق سيدي سمو ولي العاد في آخر مشاركاته المركز الخامس هناك أيضا لدينا يوجينيو مع الفارس أدري ديفريس بشعار فيكتوريس والمركز السادس هناك أيضا لدينا روستانك بشعار العاديات مع جرالد موسي إذن هذه الصدارة وهذه المراكز ولا تزال الصدارة مع دوفيل هو من يتحكم بمجريات هذا السباق من بدء الانطلاق المركز الثاني هناك انطلاقة بروسيس مع الفارس برياندرو إلييل بور دوغلاس في المركز الثالث بينما المركز الرابع هناك انطلاقة روستانك الذي بدأ في الانطلاق وبن وسط الجياد هناك محاولات أيضا من قبل المرشع الأول يوجينيو مع الفارس أدري ديفريس إذن دوفيل هو الذي يتصدر السباق أيها المتابعون الكرام هناك محاولات أيضا من قبل المرشح الأول هناك يوجينيو لكن صدار حتى الآن مع دوفيل إذن هناك انطلاقة يوجينيو فعلا لكن دوفيل هو الذي يطر إلى آخر يشواط الأمسية إذن دوفيل هو بطل الشوطة سابع لكاسم الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة المركز الثاني